يوما بعد يوم منذ الثامن من أكتوبر الماضي تزداد المواجهة سخونة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي وصفت بحرب التكتيكات والضربات النوعية وسائل إعلام عبرية ذكرت أنه تم إطلاق ثمانية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط بعض المستوطنات ليرد جيش الاحتلال باستهداف مواقع عدة تابعة للحزب في جنوب لبنان كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية عدة غارات أيضا استهدفت محيط بلدتي عيت الشعب ورامية جنوب لبنان وفي وقت تتواصل التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان مع تضرعي بضرورة حماية المستعمرات الشمالية المطلة على جنوبه للتخلص من خطر حزب الله وتأمين السلام هدد الحزب إسرائيل بأنه سيرد بقوة إذا صعدت الهجمات جنوب لبنان ووسط مخاوف من حرب محتملة قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية على حدود لبنان بدءا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر يأتي ذلك بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله بدأ بصحب قوات النخبة لديها المعروفة باسم قوة ردوان من المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل